مساء الخير يا صار مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير على حضراتكم وخليني أخذ من كلامك يا أحمد وأقولك أنه مهما كانت المحاولات لتسخين جماهير النادي الأهلي على أي أن كان اللعيبة الجهاز الفني الإدارة إلا أنه دايماً بنقول قد إيه جمهور الأهلي مثقف وواعي وفاهم أهمية المرحلة اللي احنا فيها وعشان كده أنا أصلاً مبسوطة لما لقيت مبارح الترند رقم 2 على تويتر هو جمهور الأهلي يثق بكم اتبسطت جداً وأنا بقرأ كل كلمة موجودة في الهاشتاج ده وكل دعم من جماهير النادي الأهلي للعيبة وهم فاهمين قد إيه دي مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة جداً وفعلاً ده الوقت اللعيبة والجهاز الفني وفريق النادي الأهلي محتاج فيه دعم الجماهير اللي عمرها ما غابت ولا عمرها غاب عن النادي الأهلي الدعم ده طبعاً خليني كمان يعني أقول لحضراتكم أنه قد إيه مهم جداً نحن نكون وقفين في ظهر فريقنا الفترة اللي جاية أحمد مش بس مباراة الإسماعيلي اللي هي طبعاً مباراة مهمة في الدوري ودايماً بقول أنه خلاص الفترة اللي جاية سواء الدوري أو أفريقيا احنا بنتعامل مع المباريات دي أن هي مباريات خروج المغلوب مباريات كؤوس مش عايزين لا نفرد في أي نقطة قبل فترة التوقف الدوري وعايزين نرجع لمركزنا الطبيعي في الدوري في المركز الأول لأنه لسه فيه مؤجلات للنادي الأهلي بإذن الله لما يفوز بها يرجع في المركز الأول مرتاح جداً وكمان في أفريقيا احنا بنتكلم على المباراة الجاية اللي هي مباراة فيتا كلوب مباراة مهمة جداً كنت شايفة الجماهير وهي بتتكلم برضو أو بعض من جماهير النادي الأهلي بتابعوا التصريحات بتاعت مسؤولي فيتا كلوب واللعبين في فيتا كلوب أنه هما بيتكلموا على أنه الفوز على النادي الأهلي بنسبة 90% هيحصل التأهل على حساب النادي الأهلي وارد جداً وكبير جداً والفرص كبيرة وأنه كانوا بيصفوا أنه في بعض الغرور في التصريحات وأنا شايف أنه من حق أي حد أنه يشوف أنه فرصته أقرب للتأهل المهمة إحنا نركز في نفسنا المهمة إحنا في الظهر فريقنا ومهم أنه فريقنا عارف كويس قوي أنه ظروف المباراة دي مختلفة وأنه المباراة دي فعلاً لو قدرنا أنه نفوز فيها إن شاء الله هنوفر علينا كتير قوي وهنرتاح كتير قوي